ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي ثلاث مجازر ضد المدنيين في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 66 شهيدا و241 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية علنت السلطات الصحية في غزة ارتفاع حصيل الضحايا حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 39.324 شهيدا غالبيتهم من الأطفال والنساء وتسعين ألفا وثمانمائة وثلاثين مصابا منذ السابع من أكتوبر الماضي فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع تواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم